اشتركوا في القناة في فكرة الدلس أقرر إذا كانت إجابة المسألة معقولة أم لا درسنا في الفصل السابق مهارة حل المسألة وهي تتكون من أربع خطوات أفهم أخطط أحل أضحكك تعالي معي عزيز الطالب نقرأ هذا المثال اشترى أحمد علبة أقلام تلوين فيها أربعة وثمانون قلما وعند تفريغها وجد أن علوان الأقلام سلاسة أزرق وأحمر وأخضر فعد الأقلام الزرقاء والخضراء فوجدها سلاسة وخمسون قلما فخما أن عدد الأقلام الحمراء سلاسون قلما فهل تخمينه معقول؟ نستخدم خطوات حل المسألة أول حاجة أفهم ماذا أعرف من المسألة؟ اشترى أحمد أربعة وثمانون قلما هناك سلاسة ألوان للأقلام عدد الأقلام الزرقاء والخضراء معا سلاسة وخمسون قلما ما المطلوب مني؟ أقرر ما إذا كان عدد الأقلام الحمراء هو سلاسين معقولا أم لا أستعمل الطرح للخطوة الثانية أخطط أستعمل الطرح لأجد عدد الأقلام الحمراء ثم أقارن الإجابة بسلاسون الخطوة الثالثة أحل أطرح عدد الأقلام الزرقاء والخضراء من عدد الأقلام كلها أربعة وثمانون ناقص ثلاثة وخمسون نطرح الأحد ناقص الأحد أربعة ناقص ثلاثة واحد سمانية ناقص خمسة العشرات تلاتة بما أن واحد وتلاتون قريب من العدد سلاسون فإنه من المعقول القول بأن سلاسون قلما لونه أحمر التحقيق أقوم باستخدام التقدير أقوم أربعة وثمانين ناقص ثلاثة وخمسون نطرح بس الأول قلت نقدر ثم نطرح أربعة وثمانون تقدر إلى ثمانون ثلاثة وخمسون تقدر إلى خمسون نطرح ثمانون ناقص خمسون يساوي ثلاثون إذن الإجابة معقولة بالنسبة إلى المسألة بعد زلت نتجه إلى أحل مسائل مسألة رقم ثلاثة نظم سعيد قائمة بالكتب التي جمعها وقال أن عددها يزيد على خمسون كتابة فهل هذا تقدير معقول؟ أوضح إجابته نقوم بجمعة لدينا قصة قصيرة خمسة وعشرون وكتب في الحاسوب سلاسة عشر وثمانية في كتب السيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومجلات أطفال خمسة عشر إذا قمنا بجمع خمسة وعشرون زائد سلاسة عشر زائد ثمانية زائد خمسة عشر نجمع الأحاد خمسة وثلاثة تمانية تمانية زائد تمانية ستة عشر ستة عشر زائد خمسة واحد وعشرون نضع واحد ثم الاثنين نعمل أعادة تجميع اثنين واثنين أربعة أربعة وواحد خمسة خمسة وواحد ستة إذن واحد وستين معنى ذلك أن إجابتي تقدير معقول ننتقل إلى السؤال لرقم أربعة إذا زار معرض المدرسة سلاس مائة وخمسة وتسعون زائرا يوم الاثنين وثمانمائة أربعة وثلاسون زائرا يوم الأربعة فهل يعد ربعمية زائر تقدير معقول للفرق بين عدد الزائرين بين يومي الاثنين وأربعة فعلا نقوم تمنمية أربعة وثلاثين تقرب إلى ثمانمائة تلتمية خمسة وتسعين تقرب إلى ربعمائة معنى ذلك تمنمية ناقص ربعمية بيساوي ربعمية معنى ذلك أن التقدير معقول الفرق تقدير معقول ننتقل إلى السؤال رقم خمسة قطع خالد سمانية وعشرين كيلو مترا جريا في الإسبوع الماضي واربعة وعشرين كيلو مترا في الإسبوع الحالي فإذا قال خالد أنه يحتاج إلى أن يجري حوالي إسبوعين آخرين ليكون مجموع ما جره مئة كيلو متر فهل هذا تقدير معقول أوضح ذلك أولا في الإسبوع الماضي جرى تمانية وعشرين والإسبوع الآن الحالي أربعة وعشرين تمانية وعشرين ممكن تقرب إلى سلاسون والبعة وعشرين ممكن تقرب إلى عشرين ثم نقوم بجمع سلاسون زائد عشرين يساوي خمسين ده في إسبوعين إذا عملنا كمان إسبوعين يبقى معنا كده خمسين زائد خمسين بيساوي مية نعم معنى ذلك أن التقدير معقول ننتقل إلى السؤال رقم 6 فاز صف حمدان ببطولة قرط القدم في مدرساتهم وجدول الإشارات أدناه يبين آراءهم حول كيفية مكافأتهم على ذلك هل من المعقول القول أن نصهم صوتوا لحصولهم على مجموعة من الكتب الثقافية أولا نحن لدينا رحلة مدرسية بالإشارات معنى ذلك أن الإشارات 5 و1 ب6 زيارة مدينة الأرعاب 3 وجبت غزاء 8 مجموعة من الكتب الثقافية 15 لو جمعنا 6 زائد 3 زائد 8 زائد 15 6 زائد 3 تسعة 9 زائد 8 سبعة عشر 17 زائد 5 22 2 2 ونعمل إعادة التجميع 2 و1 يساوي 3 إذن المجموع 32 نصفهم 2 نصف الـ 32 16 الكتب الثقافية 15 يبقى معنى ذلك أن من المعقول أن نصفهم صوتوا لحصولهم على مجموعة من الكتب الثقافية لأن 15 قريبة من الـ 16 ننتقل إلى السؤال السابع قدر المعلم أنه سيستقبل 100 من أولياء الأمور الطلاب في اللقاء المفتوح معهم فهل هذا تقدير معقول إذا استقبل 67 شخص يوم الأحد وإثنان والبعون شخصا يوم الأسنين نقوم بالتقدير 67 تقدر إلى 70 وإثنان والبعون تقدر إلى البيعين 70 زائد البيعين يساوي 110 110 قريبة من المية عند تقريبها إلى أقرب 100 يبقى معنى ذلك تقدير معقول معنى ذلك انتهينا من دلس مهارة حل المسألة وقلنا أن مهارة حل المسألة تعتمد على أربع خطوات ويجب الترتيب أفهم وخطة أحل أتحقق وانتهى الدلس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته